السلام عليكم نبدأ الراجع على الوحدة الثانية درس الرابع الأجرام السماوية عالوا كده مع بعض واحدة واحدة نتكس في كل سؤال عندنا هنا كده بيقولك مجموعة هائلة من النجوم مجموعة هائلة من النجوم والأقمار والمزنبات والسدم بتكون هي ايه؟ هتكون هي المجرات المجرة فقم واحدة طيب نيجي بعد كده لما يجي يقولي سحب كونية سحب كونية ضمة تألف من غازات أو جزيئات كونية دقيقة هتكون هي ايه؟ هتكون السدم نحط هنا كده ايه؟ اتنين يبقى سحب كونية ضمة تتألف من غازات أو جزيئات كونية دقيقة هتكون هي السدم طيب منظار لرصد الأشياء البعيدة أكيد طبعا التليسكوب طيب نيجي هنا قلت لك الأجرام المضيئة في السماء أجرام المضيئة في السماء بالطبع هتكون لإيه؟ النجوم تمام؟ نيجي بعد كده على السؤال اللي بعده رجع مهمة جدا نيجي بعد هنا بيقولي تعرف المجرة التي يتبعها تعرف المجرة التي يتبعها نظامنا الشمسي عند العرب بضرب التبانة صح أم خطأ؟ المجرة يتبعها نظامنا الشمسي عند العرب بضرب التبانة الإجابة صحيحة طيب تبعد السدم عن المجموعة الشمسية مئات الآلاف من السنين الضوئية؟ هل بيبعد السدم عن المجموعة الشمسية بتاعتنا مئات الآلاف من السنين الضوئية؟ الإجابة صحيحة صح طيب النجوم مكونة من مواد غير ملتهبة خطأ النجوم بتشاعده يبقى دي هتكون ايه خطأ الاجابة خطأ لأ النجوم مكونة من مواد ايه ملتهبة ومشعة طيب نيجي بعد كده للسؤال اللي بعده السؤال اللي بعده وشي كده على الدرس الخامس لان هنا اجرام سماوية اجرام سماوية معتمة تستقبل الضوء من الشمس ايه الاجرام السماوية المعتمة اللي بتستقبل الضوء من الشمس هتكون هي القواكب القواكب ده جسمه معتم بتسقط عليه الشمس فايه بينعكس الضوء عليه فأجرام سماوية معتمة تستقبل الضوء من الشمس هتكون هي القواكب فهتكون دي رقم ايه رقم واحد طيب الأجرام التي تدور حول الكواكب من اللي بدور حول الكواكب من اللي بدور حول كوكب الأرض الأقمار القمر يبقى تنين هتكون الإجابة يا رقم اتنين طب هنا آآ عندي المسافة التي يقطعها الضوء في السنة هي السنة ضوئية من اسمها المسافة التي يقطعها الضوء في السنة هي السنة ايه سنة ضوئية طيب تمام نيجي للسؤال اللي بعد كده قل لكم الأجرام السماوية التي تتكون منها المجموعة الشمسية الأجرام السماوية التي تتكون منها المجموعة الشمسية عندنا أربع حاجات نأخذ بالنا ونركز كده أولا عندي أكبر حاجة في المجموعة الشمسية ألا وهي الشمس بعد ذلك مجموعة الكواكب اللي منها كوكب الأرض اللي احنا بنعيش عليه مجموعة الكواكب بعد كده عندنا مجموعة الكواكب اللي هي البلوتويد البلوتويد بلوتويد ثم آخر حاجة عندنا مجموعة أجسام مجموعة أجسام فضائية هي صغيرة يبقى الأجرام السماوية التي تتكون منها المجموعة الشمسية هي الشمس وبعد كده مجموعة من الكواكب بعد كده مجموعة الكواكب والبلوتويد بعد كده مجموعة أجسام فضائية صغيرة طيب نيجي بعد كده ميجي اسألني عن الكواكب ايه هي أشهر الكواكب المعروفة عندنا أول حاجة كوكب عطارد الابلون تاني كوكب عطارد في عندنا كوكب الزهرة كوكب عطارد ده يعتبر هو أكبر هو أقرب الكواكب للشمس لكده الزهرة الأرض المريخ مريخ وبعد كده عندنا المشترة أكبر الكواكب المشترة ثم بعد ذلك زوحل وأورونس وأورونس و نيبتون تمام و نيبتون عطارد الزهرة الأرض المريخ المشترة زوحل أورونس نيبتون طيب نيجي بعد ذلك يبقى واحدة واحدة كنا نركز معنا قوي نركز معايا في الأسئلة المهمة والمراجعة المهمة دي نيجي هنا بأسئلة صحة وخطأ هنا هنا تدور الشمس تدور الشمس حول نفسها من الشرق إلى الغرب الإجابة هنا صحيحة أم خطأ لا الإجابة خاطئة إجابة تكون خاطئة طيب سرعة الدوق 300 ألف كيلو متر في الثانية هل سرعة الدوق بتساوي 300 ألف كيلو متر في الثانية الواحدة صحي إجابة صحيحة طيب تكمل كواكب دورة واحدة حول الشمس تكمل كواكب دورة واحدة حول الشمس في مدة اصطلح على تسميتها بالعام جاب هنا صحة ام خطأ الاجابة هنا ايه صحيحة بنبقى دورة واحدة بالتقلية تبقى 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 مئة وستين ايوم ليه عبارة عن سنة كاملة سنة او العام الواحد تمام هنا بعد كده في الاسئال اللي بعد كده درس السادس تكلم عن الاجرام اجرام سماوية اخرى انا نشوف اهم الاسئلة تكون موجودة عليها عندنا هنا مجموعة من الاجرام الصغيرة بين كوكبي المريخ والمشترى ايه هي مجموعة من الاجرام الصغيرة بين كوكبي المريخ والمشترى هتكون هي النيازك مجموعة الايه الكويكباد دي بتكون ما بين الكوكبي المريخ والمشترى بيكون فيه كده زيه كواكب صغيرة كده 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 حواليها كده نسميها الكويكباد يبه هتكون رقم هنا كده هتكون ايه نحط قدامها كده رقم واحد طيب قطع من الصخر والحديد والنيكل تأتي من الفضاء الى الارض تحترك في الغلاف الجوي معروفة هي الشهوب الشهوب اول ما خلاص هتيجي تقرى من الارض تحترك في الغلاف ايه في الغلاف الجوي قبل ما تنزل يبقى هتكون الشهوب اخر حاجة قطع معدنية او صخرية كبيرة تلحجم تأتي من الفضاء الى الارض ولا تحترك كاملة بل يسقط معظمها او جزء منها الارض اللي هي النيازج دي من عشان الحجم بتاعها بيكون كبير ففي منها الغلاف الجوي ما بقدرش يختاركها كلها فيه جزء منها بيحترك والجزء التاني بيسقط ايه على الارض لكن الشهوب تحترك ايه رواف الجوي قبل ان ايه تسقط على الارض تمام نيجي بعد ذلك في السؤال اللي بعد كده من اشهر المزنبات مزنب هالي الاجابة صح ام خطأ مزنب هالي الاجابة صحيحة ده من اشهر المزنبات مزنب هالي طب المزنبات اجرام تدور حول الارض هل المزنبات اجرام بتدور حول الارض غلط ده تدور حول الارض بحينا كده عندي خطأ الاجابة خاطئة يظهر المزنب عند اقترابه من الشمس فيسخن وتتشتت بعض جزئاته عند اقترابه من الشمس بيسخن وتتشتت او تتفرق بعض جزئاته الاجابة هنا صحيحة صح قبل ما يوصل للشمس الشمس نفسها بتسخن المزنب ده ويتفتت بعض ايه بعض جزئاته هتكون الاجابة صحيحة تمام ترجمة نانسي قنقر